عائلة تروح للفندق لكي يقضوا فيه الأجهزة الصيفية ويركبوا مصعد غامض ويبدأ يهتز بيهم بشدة بيخرجوا بيلاقوا عوالم غريبة موازية ومش عارفين يرجعوا لعالمهم بيقابلوا مخلوقات غريبة وعوالم عجيبة لحد ما بيقابلوا موظف عجوز في الفندق ويقول لهم ان كل غرفة في الفندق وكل طابق بيقودهم لعالم موازي مختلف هل هيعرفوا يرجعوا لعالمهم؟ شاهد حتى النهاية وما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة عائلة حضرت لفندق لقضاء الأجهزة الصيفية كانت الأمطار بتنهان عليهم مهمة في الطريق للفندق موظفة الاستقبال بترحب بهم وبتقول لهم ان الفندق فيه كل الأنشطة والأشياء اللي هيحتاجوها ومش هيضطروا يخرجوا في المطر الأسرة بتتكون من نيتا اللي بتبدأ تتعرف على الأشياء وبتاخد رقم تليفونه والابنة الصغرى ماكس بتدخل المصعد وبتضغط على جميع الأزرار وبيخبرها موظف عجوز في الفندق ان ده خطر جداً الموظف العجوز بيعمل في الفندق منذ سنوات طويلة وبيعرف كل خبايا الفندق بيخبرها انها اذا ضغطت على الأزرار كوينكين هيجيلها وربما يحصل لها أشياء مش كويسة وبتعطعوا موظفة الفندق وما بتخلوهش يكمل كلامه مع ماكس وبيخضب ويمشي دخلت موظفة الفندق للمصعد وعملت له قاعدة ضبط صعدوا كلهم واقاموا في غرفة من الفندق أفسادت نيتا حذاء ماكس وهي بتحاول تدخل الحمام قبلها كانت نيتا صديقة لأختها ماكس لكنها ضغيرت لما دخلت في مرحلة المراهقة وبتقول ماكس لأبوها قوع تتغير انت كمان زي نيتا لما تكبر وبيقول لها أبوها ابدا مش هيحصل وبيوسيها بتقول لهم مموم ينزلوا لحمام السباحة اللي في الفندق أخوهم التالت جيت بيحب يلعب ألعاب الفيديو وبيلبس نظارة اللعب وبيوقع برواز وبيضعوا تاني لكن بيضعوا بالمقلوب بيركبوا المصعد وماكس مفيش فايدة بتلعب تاني في الأزرار وبتحاول نيتا تضغط على الزرار الصحيح وبتلوهم ماكس بيخرجوا لكن بيشعروا انهم مش في نفس المكان اللي كانوا فيه وأخوهم جيت بيحس ان الجدران أصبحت بردة بيبحثوا عن السلالم وعن غرفتهم ومش لقينهم وبيحاولوا يرجعوا لغرفتهم وابوهم ومامهم لكن مش عارفين بيتحاول نيتا الاتصال بوالديها لكن مفيش شبكة بيخبطوا على باب عشان حد يساعدهم لكن ما بيلاقوش بيلاقوا نفس الممر اللي كانوا فيه وبيخبطوا على بابين آخرين وأيضا بيلاقوا نفس الممر اللي كانوا فيه التالت ماكس تتذكر نصيحة الرجل العجوز انها ما تلعبش في أزرار المصعد وكوينكين اللي حذرها منه وبدأ اتخاب بشدة وفجأة بدأوا يسمعوا أصوات خطوات بتقرب وبيشوفوا أقدام كائن غريب من الناحية التانية تحت عتبة الباب بدأوا يصرخوا وبتسبقهم ماكس ولكن للأسف تاهت عنهم نيتا وجيت بيبحثوا وبينادوا عليها وما بيلاقوش لها أي أثر وبيسمعوا صوت المصعد قادم ونيتا مش عايزة تمشي من غير ماكس وبيكترح جيت عليها يروحوا لوالديهم وهم يبحثوا عن ماكس بيركبوا المصعد وبيلاقوا اهتزازات شديدة وأخيرا بيوصلوا للطابق اللي كانوا فيه وبيلاقوا البرواز اللي كان معلوب أصبح معدول بيفتحوا غرفتهم بيلوا أشخاص آخرين غير والديهم بيقيموا في الغرفة وبيسألوهم عن والديهم وبيقولوا لهم أنهم مقومين هنا منذ أسبوع بينزلوا لموظفة الاستقبال وبيعطوها أسماء والديهم وأنهم مقومين في الفندق منذ ساعات وبتقول لهم مفيش أي أشخاص بالأسماء دي في الفندق وبيسمع الموظف العجوز حدثهم ماكس بتبكي وحدها من الصدمة والخوف وبتسمع أصوات قطوات بتقترب منها بيتصل إخواتها بأمهم من خلال الإنترنت وبيتفجوا بأنها مش عارفهم وبتقول لهم ما عنديش أولاد وبيسألوها عن أبوهم بتقول لهم أنا مش متزوجة ومعاها صديقها وأثناء ظهولهم الشديد بيظهر الموظف العجوز وبيقول لهم أن السبب فيه اللي حصل لهم أنهم ذهبوا لعالم آخر موازي نتيجة لعب أختهم في أزرار المسعد وأن كل باب من أبواب الغرف بيقودهم إلى عالم موازي آخر مختلف وأنهم يجدوا نفس الأشخاص لكن في ظروف مختلفة وعالم مختلف زي أبوهم وأموهم ممكن يكونوا غير متزوجين في العالم الموازي الآخر وبيقترح عليهم يحاولوا يجدوا المصعد الأصلي اللي يصعدوا منه ويعملوا له أعادة ضبط مصنع ويحاولوا وممكن يرجعوا لعالمهم وبيقول لهم أنه تاه عن عالمه منذ الزمن ومرجعش حتى الآن لكن يمكن أن ترجعوا وحاولوا بيشوف جد شيء غريب من النافذة بيشوف سيارات بالطير في السماء في عالم موازي آخر بروح لهم العجوز تاني وبيحضرهم وبيقول لهم ياخدوا بالهم لأن الكائن اللي اسمه كوينكين بيتغذى على الناس التائهين في العوالم الأخرى بيركبوا المصعد تاني وبيضغطوا على جميع الأزرار عشان يجربوا جميع الغرف وظلوا يبحثوا ساعات في جميع الطوابق والغرف واثناء بحثهم بيجدوا عالم مليء بالدخان كأنه نتيجة حرب غزات وعالم آخر بيجدوا غارج في المياه وبيصعدوا طبق آخر بيجدوا خراب وضمار في كل مكان تبدأ نيتا تنهار وتبكي بشدة وتشعر باليأس في العودة لعالمهم وبيحاول جيات يهديها وبيكرروا البحث مرة أخرى في هدوق وبيحضروا أدوات تساعدهم في بحثهم وبدأوا يعلموا على جميع الأبواب اللي دخلوها وجربوها وجيب ينادي على ماكس في الميكروفون بدأوا يسمعوا صوت أختهم وطلبت منهم ما يدخلوش ويغلقوا أعينهم وما يفتحوهاش مهما حصل وإنها هي اللي هتخرج لهم بتخرج لهم ماكس ويقول لهم أن المخلوق كوينكين سيساعدهم للخروج لكن إذا فتح شخص عينه هلتهمه فوراً بيأخذهم كوينكين ويدخلهم المصعد الأصلي اللي هيرجحهم لعالمهم وبتفتح ماكس عينيها وبتشوف كوينكين لكن حضاها حلو أن باب المصعد اتقفل قبل ما يلتهمها وبينزلوا بيلقوا نفس البرواز المعلوب وبيتكدوا أنهم رجعوا لعالمهم وبتسأل نيتا ماكس إزاي عرفتي أننا لازم نغلق أعيننا وبتقول لها عشان العجوز قال لها أن كوينكين أعمى وبدأت نيتا تلاحظ أن حذاءها لونه أحمر ومختلف عن حذاءها الأصلي الأسود وبدأت نيتا تخمن أن ماكس الأصلية لستيها وأن دي نسكتها في العالم الموازي ولكن لما وصلوا لغرفة والديهم وجدوا أختهم ماكس الأصلية معهم وبتشرح لهم الحكاية وسط اندهال والديهم من وجود نسختين منها وبتطلب ماكس الأصلية من والديها يحتفظوا بنسختها معهم وبتصبح أخت ربعة لهم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكرا